السلام عليكم الدراري اخبار مهمة للغاية نادي اسباني كبير بغي اللاعب المغربي دياننا وايضا حاجة تانية هو ان زياش نشر واحد صويرة وكتب على واحد القول انا حاول نفسره بالدريجة وقد ندعو على بزفد الحويش مهم الخوط نبدو بالتفاصيل كم ما عارفين حاليا تفتح الباب لانتقل لاشا شوية واي لعب بغي يغادر او بغي يمشي ادارة عاقة ماشي لاعب حاليا يمكن لها بحيش ان المغربي ديانا كم ما عارفين كان نرتفط ببرشلونة لكن القضية ما كملاش بسبب انهم تعاقدوا مع توريس دل سيتي تانية حاجة ميلان ايطالي باغي لكن المشكلة على مستوى المالي ما عندهمش كيفاش يحاولوا انشتبوا اللاعب تحلسة بالاعارة بحيش ان الراشب السنوي دلو عالي دل بصة مقارب لعب الايطاليين اللي كلعبوا فيها حاليا او الفريق اللي اندخل عال الخط هو فريق ايشبيليا الفريق دل المغرب بقى كما كنقلو نادي مغربي كيف اسبانيا النادي الاندلوسي ايشبيليا او لسيفيا حسب موقع فان المدير الرياضي ايشبيليا مونشي عاد الاهتمام بزياش بعدما كان سابقا من الراغبين في التعاقد مع اللاعب قبل ان انتقل على نادي تشيلسي بحيث تابع السيش باللي مونشي اعطى الاولوية لصفقة مهاجب موشيسري وناشد انتوني مارسيال على ان يتم التقدم بعرض لتشيلسي موشيسري وناشد هو مارسيال يعني اذا ما نجحش اليوم يدور نفس البلان دل بارتلونة يعني القادية مخلطة والحاجة التانية او انا ازياش ببرتاجة واحد صورة اليوم اكتب عليها هاد الحكمة اكبر ريسك في حياتك هو انك ما كتاخدت ريسك اطلاقا. اسم على مسمى اللاعب لي كما كنقلو برايفت او لا كيخلي حياة دلو خاصة وما كبغلش ببرتاجة بزفة الحويج وهد ناس كيعجبوني صراحة بحيش وهد القادية مزيانة فيه بحيش انه عديد من اللاعبين كتبت لهم مشاكل على موسى والحياة دلو ملكي بينوا صراحة نسبلي هنا كرأي شخصي مع الدومين دربسيفية بزاة اللاعبين مستقوش لها ارغم ان ابونوا انصار تقلقوا فيها لكن ادريسي والحداتي شو ما متقلقوش يعني سيف دوا حدين اشبال لكم الخوش بلان هده مكان او تهلو لي فرصة